في هذا الفيديو ستقومون بإثبات أن هذا التعريف أمامكم يساوي تعريف الإسقاط على خط مستقيم لأن الفضاء الجزئي عبارة عن خط مستقيم جدوا مجموعة الحل إذا كان C يساوي صفر تعلمون أن X يساوي ثلاثة صفر هو أحد الحلول جدوا الحل الأقصر أو مسقط X على فضاء الصف أو مسقط X على الخط L لأن هذا الخط يساوي فضاء الصف A وبالتالي تستطيعون إثبات أن تعريف مسقط المتجه على الفضاء الجزئي يتوافق مع تعريف مسقط المتجه على خط مستقيم إذن مسقط المتجه ثلاثة صفر على فضاء صف A يساوي المتجه ثلاثة صفر ضرب متجه مدى فضاء الصف وهو المتجه ثلاثة سالب 2 تقسيم المتجه ثلاثة سالب 2 ضرب المتجه ثلاثة سالب 2 ثم ضرب المتجه ثلاثة سالب 2 إذن هذا هو مسقط هذا الحل على فضاء الصف ثلاثة ضرب ثلاثة زائد صفر ضرب سالب اثنان يساوي تسعة وثلاثة ضرب ثلاثة زائد سالب اثنان ضرب سالب اثنان تسعة زائد أربعة يساوي ثلاثة عشر إذن تسعة على ثلاثة عشر ضرب المتجه ثلاثة سالب اثنان ويساوي المتجه سبع وعشرون على ثلاثة عشر وسالب ثمانية عشر على ثلاثة عشر وهو هذا المتجه باللون الأصفر وهذا هو نفس الحل الذي حصلتم عليه في فيديو حل فضاء صف المعادلة AX يساوي B ولكن في هذا الفيديو استخدمنا مسقط المتجه على الخط وبهذا ينتهي درسنا عن الإسقاط على الفضاء الجزئي اشتركوا في القناة